الوداد ايه بقى اللي بيحصل في الوداد تحدثنا عن النادي الاهلي ايه بقى اللي بيحصل في الوداد قبل مواجهة النادي الاهلي تعالوا نشوف يلا سيفين فانت بروك الموديل الفني البلجيكي النادي الوداد المغربي وصل يوم 5 مايو الماضي وقبل ايام معدودة من مواجهة سانداونز في نصف نهاية دورة ابطال افريقيا المدرب البلجيكي خاض مع الوداد المغربي اربع مباريات حتى الان مواجهتان امام سانداونز في دورة ابطال افريقيا ثم الدفاع الحسن الجديد في كأس العرش المغربي واخيرا المغرب التطواني في الدوري المغربي خلال اربع مباريات للوداد مع سيفين فانت بورك فاز الفريق المغربي مبارتين وتعادل في مبارتين سجل خلالهم 6 اهداف وستقبل 3 اهداف المدرب البلجيكي على مدار الاربع مباريات استخدم 16 لعابا فيها التشكيل الاساسي بينهم 6 لعابين شاركوا في كل المباريات التي خضاها الفريق بشكل اساسي وهم حارس المرمى يوسف نطيع زهيل ايمن ايوب العملود زهيل ايسر يحي عطية الله قلب الدفاع ارسن زولة وسط من ملعب ريدا الجعدي والجناح محمد اونجم بس في الوداد المغربي وصلت الى القاهرة مكونة من 25 لعابا مع تأكد غياب الرباية عماد الخنوس واسامة فلوح وسامي العنابي والحسين بن عيادة بسبب الاصابة ومعهم طبعا حميد احداد للاقاف دول غيابات الوداد كل التوفيق للنادي الاهل ان شاء الله في هذه المواجهة زي ما قلت لكم انا متفائل جدا ومتطمن جدا ان الاهل يعمل داق كبير سواء في مباراة الزهاب او مباراة العودة طيب